موسيقى والله ما يعني أنا بطلت أعد بعد ما تجاوزنا المية بطلت أعد الصراحة هذه فاطمة الصانع واللي فاطمة الصانع بطلت تعده هو عدد الفيديوهات اللي أنتجها موسم الرياض فاطمة كانت تعد الفيديوهات لأنه هي وفريقها هم المسؤولين عن الانتاج في الموسم أي مقطع مر عليك من الموسم سواء كان إعلان الفعالية معينة أو تغطي الحدث معين غالبا فاطمة هي اللي أعطت الموافقة الأخيرة اللي سبقت نشر يعني إحنا مثلا كل يوم لازم المنمم يطلع 6 إلى 10 فيديوهات طيب كل يوم وماشاء الله الفعاليات مرة كثيرة أحيانا تلاقي في حفلتين ثلاثة شغالة في نفس الوقت مع مثلا إكسبو هنا وحق الأنمي هنا ومش عارف مين فأحسب أنك أنت بتسوي لكل إيفنت فيديو كووريج خاص فيه بس أنه يعرف الناس إيش هذا الإيفنت وإيش كانت أهم الفعاليات اليوم أو إيش طبيعته وإيش نمطه وإيش جدوله فتخيل أنه يكون فيه أكثر من إيفنت في نفس الوقت أو أحيانا تجهيز الإيفنت ثاني فتكون بتأخذ مثلا الريهيرسلز حق الفنانين بتأخذ الباكستيج بتأخذ التحضيرات مثلا شغل على الملابس الشغل على مش عارف الرقص هذا زي سرك دوسولي زي الإيفنتات التي تحتاج الريهيرسل فعليك الحساب ويطلع 6 إلى 10 يعني فريقة تغطية يغطي كل شيء من استعدادات خلف الكواليس لأروض نفسها انتهاء بردة فعل الجمهور لكن فيه شيء فريق التغطية ما يقدر يغطيه واللي هو فريق التغطية نفسه موسم الرياض يمكن يكون الحدث الترفيهي الأبرز في تاريخ المملكة العربية السعودية وما فيه شيء يضاهيه من ناحية الزخم الإعلامي وتسيد الساحة العامة في الشهرين الماضية شفنا وسمعنا من الكل من الجمهور الخبراء المؤدين بس فريق العامة نفسه اللي يشتغل على الموسم ما نعرف عنهم شيء هنا يجي دورنا في هذه الحلقة من أصوات أنا عبدالله بن جلبة وإذا بنتكلم عن الناس اللي ساهمت في صناعة موسم الرياض لازم نتكلم عن خالد الرشيد فإذا الناس عرفت عن الموسم في أكتوبر خالد كان يعرف عن الموسم قبلها بشهور بدأنا تخطيط للموسم من أبريل من شهر أربعة ميلادي وبدأنا فعليا كونستركشن وبنية تحتية لمنطقة الرياض بوليفارد اللي ديرها من منتصف شهر جولاي من 15 جولاي والحمد لله أنجزناه في ثلاثة أشهر كبنية تحتية وبنية وشغلنا البوليفارد يوم 17 البوليفارد المنطقة اللي ديرها خالد يمكن تكون أهم منطقة في الموسم كامل مو بس بسبب حجمها الضخم أو العلامات التجارية العالمية الموجودة فيها ولا لأنها قبل كم شهر كانت أرض خالية ما فيها أي شيء لا لا البوليفارد تعتبر المنطقة الأهم لأنها بدأت من فكرة تعبر على الحجم الخيالي للموسم ككل الحمد لله البوليفارد بس عشان تكون في الصورة ما كان موجود فكرته أساسا الفكرة جت من معالي المستشارة تركيا للشيخ كان يقول ما عندنا كرنيش في الرياض فنبغى نخلق كرنيش في الرياض كان مختلف التصميم تماما ما كان فيه شيء اسمه نافورة أصلا بعدين جت فكرة النافورة والحمد لله رب يوفقنا يعني بالنافورة هذه اللي في وضع طبيعي لو تطلب نافورة زي كذا عشان تتصنع لك تاخذ مينموم ثلاث أربع شهر تصنيع ما بالك على ما تجيك السعودية وتتركب ويعمل لها اختبارات النافورة كان فيه أحد طالبها وكنسل الأوردر ورح ناخذناها احنا بأقل من قيمتها أخذنا أربعة أيام كاملة عشان نعبي النافورة موية صحيح هذه أربع أيام عبينا فيها النافورة موية طاقة الاستيعابية للموية موية النافورة حوالي 27 مسبح أولمبي ضخمة جدا ضخمة جدا بس البوليفارد ما هو المنطقة الوحيدة اللي بدأت من الصفر المنطقتين اللي موجودة خارج الرياض سفاري وصحارة منتين هم بدأوا من الصفر فالمنطقتين هذه انبنت فيها الأسوار الخاصة بالحيوانات والبيوت الرعب والمسارح والطعوس الطعوس البرية مو البشرية السفاري عندها هدف أساسي مثل ما يشهد المرشد نايف المفتاح طبعا نحن نسعى إلى أن أول شيء الأطفال هم يكونوا سعيدين ثم من الكبار يعني والصحارة الثمامة في الجهة الثانية حطينا كل الفئات المستحدة ما في شيء يعني في شيء الأطفال في حتى في منطقة زي كيندرقاد ممكن تجيب أي حضانة تخلي الأطفال تروح في الهاب تغير جو شوية ما حين ترجع تأخذهم حياة حلوة هذا عبد الرحمن المنع مدير تسويق الفعاليات في هيئة الترفيه عبد الرحمن كان موجود في منطقة صحارة من بداية بنائها شوف زون صحارة كان من أكثر الزونات تقريبا اللي كان فيها تحدي لأنه الشغل اللي ابتدى الفعلي تقريبا من شهر ومص ومو 24 ساعة لو في 26 ساعة كان نشتغلها 26 ساعة فهذا كان من أكثر الزونات اللي كان فيها تحدي السيارات اللي تركبت هنا في صارت كانت مفككة اللي هي نفس السيارات اللي هي حق تلبقية زادي فعساس اللي ضيق الوقت جبناها هنا وبعين صارت تتفكك هنا في المنطقة وبود يتركب ويعني تخيل كم فوق 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 المية سيارة اللي شيء اللي سيارات البرية هادي في سيارتين ألف حصان تقريبا تخيل انت عندك مكين هاد ألف حصان على سيارة ما فيها غير ممكن أربع مقاعد وحديد هادي جهت متأخر طلبها يأخذ ستة شهور لو أنت تطلبها فلما بدأ الزون يتعندك شهر ونص فيعني كان فيه بحث مو طبيعي انه إلا تيجي السيارات هادي تتجاب ناهيك عن بناء شيء في أرض كانت ما فيها محمية يعني أرض يعني بكر وتبني هذا الصرح اللي هو للزون ترى العلمك هذا الزون أكبر من البليفارت مرتين اي فتخيل المثير الذي تمام في عبد الرحمن هو أنه بالرغم من انتخصص التسويق إلا أنه طوال حياته كان شغوف بالفعاليات وخيرا شاته الفرصة أن يشتغل فيها المجال اللي يحبه مسألة تحويل الشغف إلى وظيفة موجودة كثير في موسم الرياض لو زرت لونة سينما فهذا أول صوت راح تسمعه قبل الفيلم في حال كان هذا الصوت معلوف بالنسبة لك فهو لأن صاحبته هي خيرية أبو لبن في بداية 2012 لما كان اليوتيوب السعودي عيش أفضل لحظاته أيام لا يكثر وشلي والبرامج هذه نزل مسلسل جديد بعنوان تكي المسلسل كان ظاهرة في وقتها كل حلقاته مشاهداتها بالملايين وبعد تأخر الموسم الثاني سؤال متى تكي صار من الأشياء اللي لازم تواجهها في السوشال ميديا أما قصة المسلسل فوصفها من الحلقة الأولى كان قصة شاب يحلم بأن يصبح مورج سينمائي في بلد لا يوجد بها سينما تخيلوا اليوم وبعد سبع سنوات بطلت هالمسلسل تدير مشروع لونة سينما في موسم الرياض أنا المسؤولة عنه خيرية أبو لبن الله يستر الممثلة خيرية أبو لبن ما عمرها تخيلت أنها تدير السينما في الرياض يمكن لأن ما عمرها تخيلت أنها تحضر سينما في الرياض أصلا المسافة بيننا وبين تكي ما هي معيدة قبل كم سنة بس كانت فكرة السينما في السعودية زي الحلم واليوم شاشات العرض جاء ستنتشر في كل مدن المملكة حتى تقابل طلب الجمهور العاشق لها الفن أمس تقريبا قفلنا فيلم من لفس انت و with the elin 650 650 ذاكر لا شيء الناس مرة تحب الأفلام إلا تحب الأفلام وأحب السينما تذكر قبل أن نعلم إذا كنا نعراف بالتصفير سينما و نصبر و نتفرج فما بالك لما يجينا الأفلام أول بول تنعرض عندنا يعني ما شاء الله تقريباً السينمات اللي برا كلها sold out لكن الانتقال من الشغف بالأفلام لإدارة عرضها ما هو بالأمر الهيئ اضطرت خيرياً أنها تتعلم كثير حتى تدخلها العالم الجديد فصرت الحين عندي خبرة أكثر لما أجي أحضر سينما في أي مكان في العالم شلون بيتم النظام، كيف بيتم شراء التذاكر، كيف بيكون الكيو ففي تفاصيل يعني مثلاً أنا كنت أفكر وأتوقع أن كل أحد كان يفكر نفس الشيء كنت أفكر أنه والله الشركة أو الجهة المشغلة للفيلم يأتيهم USB ويشغلوا الفيلم وعملوا play وpause وstop وكذا طلع أنه الموضوع معقد أكثر من كذا بكثير الأفلام الجديدة اللي بتكون 2019 عندنا إحنا لازم نعرف نسوي الجد واللازم نعرف الفيلم هذا كم بإحنا بنعروز الساعة كم فمثلاً لدينا فيلم بنعرض سبع ونصف خليناً نقول فلازم الشركة لونسانيما يتواصلوا مع الأستوديوات ويقولوا يحن نبغى الفيلم الفلاني ضمن موسم الرياض الساعة سبع ونصف فالشركة الأستوديوهات ما تتسوي؟ يعطونا زي الكود هو سEREVER، يعطونا زي الكود هذا الكود فعال فيه الفيلم من سبع ونصف خلينا نقول من فهي 12 نصف لنشغل الفيلم خلال هذه الساعات جاءت الساعة 12 نصف جينا نشغل الكود، الكود ما يشتغل فهمت يعني مو يعني خاص هو من نفس الستوديو يعطونا كود نشغله خلال هذا الوقت ويعرض الفيلم اتجاوزنا هذا الوقت ما في فيلم فلازم بالضبط نعرف كل فيلم لازم من الساعة كم راح ينعرض لانه من نفس الستوديوهات يفتحون السيرفر حقهم اللي فيه هذا الفيلم ونعرضه فحرفيا كل فيلم بين عرض في كل سينما في العالم الستوديوهات هي اللي بتعرضه من عندهم يعني قريدي عارفين هذا السينما بتعرض الساعة كم عشان كان نحط هذا الفيلم مهمة الإدارة هنا معقدة جدا مو بس الأمور التقنية فقط فيها ألف شغلة وشغلة لازم تخلص في أي مشروع بهالهجم وخيرية مسؤولة فيلم أقام الأول عن كل هالشغلات أتواصل مع الأونر، أرتب متى يوجو، أرتب حجوزات السفر، السكن، التواريخ المتحركة من كم لكم، كم كرسة لكل سكرين، كيف بيكون الديكور بشكل عام، الإكسبرينس حقت اللي جاي يدخل السينما من البداية من أول ما يعمل سكان للتذكرة لأول ما يوقف في الكيو حق الأكل، فهل تكون منطقة دورات المياه، كيف تكون المقاعد، هل رح تكون المقاعد مرقمة أو لأ، هل حيكون عندنا كاتيجريز يعني هل حيكون عندنا في آي بي و ستاندر ولا كلها نفس الشي، إيش الأفلام اللي اللي بغاها تعرض، كيف الاسكتج والحيكون، أوقات الأفلام ما تتعارض مع أوقات الصلاة، أشياء يعني مرة وهذا كلها بالإيميلات، التصاريح حق الأفلام عشان نقدر نعرض، يعني لازم فيه لكل فيلم عشان يدخل مثلا السعودية فيه موزعين خاص، هيئة الإعلام المرئي والمسموع تتعامل معهم موزعين خاصين لهذه الأفلام فكن لازم يتواصل مع كل موزع لكل الأفلام اللي عندنا جاية، هذا كان لحالة هدك مو طبيعي، فالحمد لله جانا بدل ما نجيب يعني بدل ما نتواصل مع كل موزع لكل فيلم، جانا الحمد لله استثناء من معالي بأنه لونسنما خلال فترة موسم الرياض يكون هي الموزع للأفلام الجديدة اللي ما لها موزعين في المملكة، أي صداع جدا يعني أنا الحين بخلص من هنا من ونتر ويندرلند بروح الملز بشوف وشتار عليهم، لازم بعد آخر اليوم بروح بوليفار لأنه أنا بوليفار عندي هو آخر آخر سكرينيج يعني ببدأ الفيلم 11 ونص و بنتهي على تقريباً واحدة ونص أو على اثنين، فباروح أشيك وإش صار على آخر اليوم، فأروح على كل زون، على كل شاشة، وأشيك إش صار اليوم وإش ما صار، يعني أخذ تقرير كامل من السوبرفايزر بالمشاكل اللي صارت، بالأشياء الكويسة، بالملاحظات، بكل هذه التفاصيل يعني، فهذا بشكل عام يعني مثلا أنا صحيت اليوم، كانت عندي هنا كم مشكلة تقنية، مشكلة طوارئ، فلازم أجي وينتر ويندرلند أول شيء أحلى، وأروح يعني على حسب أول ماضحة من النوم، يعني إذا قدرت أنام أول ماضحة، إيش الشكاوي، فين عندي شكاوي أكثر شيء، إذا شكاوي مثلا عندي وينتر وينتر لند أكثر، أروح وينتر وينتر لند أشوف الشيء السالفة، وزيك كذا يعني كل يوم ما عندي مكان ثابت، ما عندي روتيشن ثابت بوليفار أول، وينتر لند أول، لا، بالأولوية اللي طالع فيه مشاكل. الأشياء اللي تشغل بالخيرية أكثر وأكثر، فيها مسألة الناس اللي تنطمن فوق السور عشان يشوفون الفيلم بالمجان، والأطفال اللي حركوا للكراسي وهم داخلين وطالعين، لكن ما في مهمة أكثر إشغالا للبال من مهمة التواصل مع الجمهور. أتكلم مع البعض أي والله يعني يكونوا جدا مبسوطين، وفي ساعات ما يمديني أن أنا أتكلم معهم، فأفتح تويتر أشوف الفيدباك في تويتر. كيف كانوا يتواصلون مع لونة سينما في تويتر؟ على حساب رياض السيزن؟ كيف يتواصلون مع إيش؟ لونة سينما لما يبقون يشتكون أو مشكلة. رياض سيزن غالباً، نفس تويتر، حساباً في تويتر، حساب رياض سيزن في تويتر وحساب تيكيت أمكس. حساب موصب الرياض في تويتر، الحساب اللي يعلن عن كل الفعاليات، والحساب اللي يتلقى كل المدح وكل الشكاوي بعد. فجأة ساعة أربع الفجر، الفنان الفلاني قال أنا موعد اللي حددت ولي ما يناسبني، بأجي قبله بيومين. وش بنسوي كذا؟ بنصير حنا آخر من يعلن؟ طبيعياً لازم حنا أول من يعلن. هذا محمد النبلة، أحد الأشخاص العاملين على حساب موصب الرياض. محمد يتكلم عن الضغط اللي يصاحب العمل على مشروع بهالحجم. حنا مجموعة كتاب موصب الرياض في الفريق، يعني مو بس أنا مع أكثر من الشخص. فمطلوب من كل واحد مننا أنه يكتب أقل شيء أربعين تغريدة بريوم. وترى الموضوع طبيعي، لما بدأنا الموسم، نهبلنا مرة من شيء نتمنى أنه ضخم. يعني، حنا اشتغلنا على مشاريع كبيرة حلو؟ يعني مو بأول مرة نشغل على مشروع كبير. فأوكي موسم الرياض، ندري أنه ضخم، هذا قبل ما نبدأ شغل حلو، قبل ما نعرفوا شو موسم الرياض، قبل ما نشوف تفاصيل. أوكي، ندري أنه ضخم، ندري أنه شيء كبير مرة، بس نقدر نهندر، يعني نقدر نشتغل فيه حادي ونمر طبيعية. كانوا مدراء يقولون لي، محمد، ودع أهلك، تراك ما أنت بشايفهم، تراك ما أنت بشايف أخوياك، تراك بتعلق بالشغل، وتصير مرة مشغول، فما كان مصدقهم يعني. يعني، كنا نشتغل فيه مشاريع كبيرة، وعادي، الحياة ماشية. يوم دخلنا هناك، واتذكر أول اجتماع صار، كان كده اجتماع لكل الفريق، كل الفريق حق الموسم، مو بس حنا، مو بحق السوشال ميديا، حقين التواصل كلهم. كان اجتماع تعريفي بالفعاليات المؤكدة ذاك الوقت، قبل ما يبدأ الموسم شهر، أو شهر شوي، أنا فعاليات المؤكدة وقتها، ويشرحونها لنا، نميتين قاعد حو ساعتين، حو ساعتين ونصف، خلاص؟ وليقاعد يقدم برزنتيشن، يوم خلص الجزية الأولى، قاعد يضحك، قلتوني ترى هذا المنطقة الأولى، بس باقي قدامنا 11 منطقة غيرها، فأنا بديت أنهب، الموضوع صار صدقي، يعني موضوع صار وين وش ده، فطلع فعلا مشروع ضخم مرة، تحاول تكتشف كل يوم الفعاليات اللي بتصير بالمستقبل، وتكتشف لنا أكثر من اللي كنت تتوقعه، يعني كل مرة تحط رقم يطلع أكثر، فما كنا نكذب يوم، أو ما نكذب أبداً إذا ردين على الناس، نقول أنه، أو إذا قلنا للناس الموسم أكبر مما تتخيل، حنا، وحنا قاعدين نشوف الفعاليات موجودة عند القوائم والمنفات، قاعدين ننصد من كثرتها، هذه الضخامة وهذه الكثرة والعدد الأشخاص العظيم جداً، طبيعي تنعكس على ساعات العمل وسلوب الحياة؟ الشغل الشغل المتواصل لو تجمع بيكون حول 12 ساعة تقريباً، لكن أوقات اللي يكون فيها أنا متصل، سواء في الموقع، في المركز، في مقر الموسم، أو أن يكون موجود في بيتنا بس فاتح الجوار واللابت وكل شيء، تقريباً 16 ساعة إلى 18 ساعة بريوم، أني يكون جاهز، بس وقت شغري لو تجمع، تشل الفراغ، الأربع ساعات تقريباً زيادة، أو الست ساعات زيادة، وقت شغلي 12 ساعة، فيك ست ساعات، أنتظر، ما دريش يصير، كم ساعة نام؟ اللي يجي، والله اللي يجي، أنا قتلك قبل ما يدخل، إنه قاعدة أصر قاية دقيقة نوم، الأيام اللي أقدر نام فيها 12 ساعة، نام فيها 12 ساعة، والأيام اللي أقدر نام فيها 4 ساعات، بس سنام 4 ساعات، اللي يجي، أسلوب الحياة المرهق هذا ينطبق على كل فريق العمل، ناحف 12 كيلو يعني بسبة الموسم، لكن كل هالتعب يزول لما تشوف نتيجة شغلك في عيون الجمهور، وتسمعه في أصواته، فهو متعب جسدياً، لكن نفسياً لا، يعني إحنا قاعدين نتغذى على ابتسامة الناس، فعلياً، وهذا اللي يعطيك دافع ويعطيك حافز أنه لا، استمر، عشان نكون صريحين مع بعض، والله أول مرة نشوف شيء زي كده، من أيام يعني موسم الدرعية، مو موسم الدرعية، وش اسمه؟ حفل الدرعية، حفل الدرعية، حق الفورميلة ون، ومن يوم الوطني والله، استأنسنا صراحاً اليوم، كان اليوم جميل، أنا في جمعية العاقة الحركية الكبر، حصل اليوم قصة مع أحد معاقين أثرت فيك، يعني تذكرها، أحب أنك تقولها، والله حصلت نعم، عجوز كبيرة في السن، لقيها، قالت عندي لها الطع العين وأنا مغير تاكي أنا وشغالها، قلت بطلع معكم، تقول استأنست ما لاقيها في الشارع، يعني حتى نزلوها ما دخلوا السيارة، فحملناها معنا، وجبناها وقربناها يعني استأنست وقامت تدعيلنا، مدينة كاملة في وقت وجيز جداً شهرين، مدينة ومطاعم، كافيهات، مدينة ترفيهية كاملة، ننفورة، ممكن تصير يعني أكبر نفورة في العالم، هذا شغل جبار عظيم، الشعب متعطش، يعني البوابات سكرت، والناس برا، فمعناته الناس تبغى شيء زي كذا، فشكراً أعلى واحد، وشكراً أقل واحد ما فيهم قليل، لكن الله يجزاهم خير ويوفقهم، مبسوطين، الناس كلها كانت مبسوطة، التنظيم، الشغل، الأشياء الجديدة اللي كنا محتاجينها، فالحمد الله، الحمد الله، شغل جبار والله، شغل عظيم، صدق، ورتبنا مع الثنيان يوم بالسر، قلنا لها تعالين أن أبغاك يوم جمعة، حتى ما قلنا لها على التذاكر، وثنيان كان لابس الماسك ومتخفي ورا، فكاننا نصورها، إيش انطباعك على الموسم، إيش عجبك في الموسم، إيش وديك تحضرين، ليش تتابعين الثنيان خالج وتحبينا، ففجأة طلع لها مفاجأة، وعطاها للتذاكر، فكانت مبسوطة لجدت معرفة التعبر، هذه الحلقة من بودكاست أصوات من إنتاجي أنا عبدالله بن جلبة، وما زل نعتيبي محمد نادي، حرارها صالح بأسلامة ومحمد الحسد، وأشرف على إنتاجها أسير باع عبدالله والوليد العيسى.